الكلمة الآن إلى السيد رئيس الجمهورية مواطنية مواطناتي تونسيين والتونسيات أينما كنتم اسمحوا لي باسمكم جميعا وباسم الشعب التونسي باسم الدولة التونسية أن أتوجه لضيوفنا الكرام لأقول لهم في حضارتنا العربية الإسلامية لا يوجد شيء يتمناه للإنسان لأخيه الإنسان قدر السلام لذلك أقول لكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عندما ننظر إلى هذا الحشد من قادة وممثلي البلدان الشقيقة والصديقة الذين لبوا دعوتنا رغم كثرة وخطورة مشاكلهم ورغم الوقت القصير الذي تركناه لهم ليشاركون فرحتنا بانتصار الثورة المجيدة ثورة 17 ديسمبر ثورة الحرية والكرامة ليشاركون فرحتنا بالدستور الجديد الذي يؤسس لتونس الجديدة كيف لا نشعر بالفخر بالاعتزاز كيف لا نشعر بكل الاعتبار الذي يعبر عن هذا الحضور كيف لا نشعر بعميق الامتنان للتعبير عن ما يخالج مشاعرا لا يوجد أكثر وأعمق من تلك الكلمة البسيطة الهائلة التكثيري في كل اللغات الغنية عن كل إضافة شكرا 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 للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة